إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك وإذا نلت محبة الله ماذا فقدت لم تفقد شيئا وإذا غابت عنك محبة الله ماذا وجدت لم تجد شيئا النتائج والسمار والخصائص والآثار التي تترتب على محبة الله لك لا تعد ولا تحصى منها إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق وإذا أحبك الخلق فهذا رأس مال لا يقدر بثمن أن يحبك الناس أن يحبك من حولك إذا أحبك الله منحك الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرات كثيرة الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بدخل محدود والذي لم يؤتى الحكمة يشقى بدخل غير محدود الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بزوجة من الدرجة العاشرة والذي لم يؤتى الحكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى الإنسان إذا أوتي الحكمة يجعل من العدو صديقا والذي لم يؤتى الحكمة يجعل من الصديق عدو يعني عطاء لا يقدر بثمن إذا منحك الله الحكمة والحكمة تؤتى من الله مكافأة على إيمان المؤمن واستقامته على أمر الله وهي من سمار محبة الله أن تؤتى الحكمة إذا أتاك الله الحكمة أعطاك السكينة السكينة حالة من الرضا من السعادة من التفاؤل من القوة من السخب النفس من سداد الرأي من صحة الرؤية هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء والإنسان قد يؤتى مالا وفيرا وصحة وقوة وذكاء ولا يؤتى الحكمة فهو أشقى الأشقياء لذلك قيل إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين